إذا متابعنا الكرام التصريحات المضحكة والحوار الكوميدي ديال عام جيد حاشاكم ديتك تخرج منه مقاطع وطبيعة الحال كل شيء كوميدي مثير للسخرية كما اعتدنا من عام جيد حاشاكم المهرج وغاد نشوف الآن بعض التصريحات دياله حول المغرب لكن بطريقة مثيرة للسخرية كما العادة غاد نشوفوا هذا الفيديو متابعنا الكرام هذا المقطع ومعكم بالتعليق نحن مع تونس نسق ومع ليبيا نسق ماذا بنا نسقه مع بعض أحسن مع نسقه للعمل تنائم له تنعمل تنائم له جيدة لا مع أشيقة الليبيين ولا مع أشيقة توانسا ولا أشيقة الموريطانيين ولكن ماذا بنا نجمع كلامتنا أول ومرة في كل الشهر والأربع شهر تشوفوا اليوم تشوفوا كل الشهر تشوفوا هذا ما بغين نديره تكتسول بدون المغرب بادي الفكرة دي الحاضرات الجزائر قال لك بغين نديره مغرب عربي بدون مغرب تفهمت سيوي بغين نديره مغرب عربي بدون مغرب وسمعوا شنو غدا يقول للمغرب وسمعوا اسمها مزيد إن شاء الله فيها باديرات تأخير إن شاء الله لا يوجد موجهة ضد أي دولة جيراننا في الغرب باب مفتوح وهم أخذروا اختيارات أخرى جيراننا في الغرب ما بغش يقول المغرب ما بغش تخرج لي المغرب وما شاوروناش واختاروا وحدهم التنمية في الخالج دخلوا في طالبين باش يكونوا عادوا في لاصيليا وطالبين باش هادي ويسهل عليهم أحرار بيسير كل واحد حر في لصرفتها ولكن احنا مدى بينا فيه بعض الأمور اللي تهمنا مع بعض وبالأخص أن مشاكلنا تأكد تشبه بعضها والباب مفتوح إذا كانوا واحد الكلمة مرحبا باش نعزل هذا ولا هذا العمل لا تخذ فيه نحن اليوم ده باد مسخط الولدين بغين يتراجعوا على الفاضيحة اللي طحوا فيها مؤخرا قلي كسيدي بغني ديروا مغرب عربي بدون المغرب قليك بغني ديروا تونس موريطانيا وليبيا وحيدوا المغرب وبطبيعة الحال التصريحات أنا داك تحولت إلى مسخرة كل شيء تحكي عليها وكل شيء قال بما أن المغرب العربي أصلا هو ميت أنت كيفاش بغني تحيي واحد مغرب عربي آخر وبدون المغرب أنت أصلا في الاختيارات ديالك الأولى شققتي أو قسمتي هذا المغرب العربي وبطبيعة الحال تحولت تصريحات دياله إلى مسخرة وكل شيء تحكي عليه والصحف كدحك والإعلاميين كدحكوه وتبهدينها مجددا كما العادة هذا يريد أن تراجع على التصريح هذا يريد أن تراجع على ذلك ما قال قال لك لا هذا المغرب مفتوح للمغرب ولم يريد أن تسمع المغرب قال لك الجارة الغربية وقال لك أن لدينا مشاكل متشابهة وبالتالي يجب أن نلتاقيه وأن نتلاقه وهذا يعني في إطال الحملة الانتخابية وكامل الشعارات ترنانة لكن عندما تتقلب على الواقع تتوقع متناقض كليا ما تريد أن يقول على مجهد حشكوه ودائما يتحفظ هذه المشكلة هذا التناقض العجيب دائما متناقضين في الكنام يقولوا شيء ما هي متناقضة مع الواقع أن تقاطع العلاقة الدكنوماسية مع المغرب وقال لك البن مفتوح لكي أنهم ينضموا وين ينضموا بعد أصلا وهي المؤشرات منذ البداية تقول على أن أي حاجة يريد أن يضم حاضرات الجزائر في هذا المجال هذا المغرب العربي ستفشل ستفشل لأنه كان الأصل هو الاتحاد المغرب العربي الأصلي الذي يتأسس في المغرب فاشل بسبب الغاباء النظام حاضرات الجزائر ومرتزاقات البوليزاري وخلقهم مشكلة للصحر وما إلى ذلك فكيف يمكن أن تكتل آخر الذي سيخرج من المغرب العربي يريد أن ينجح وأنه لا يريد أن يدخلوا في المغرب هذه هي تصريحة الأولى يريد أن يراجع عليها يقول لك لا الجارة الغربية لا يريد أن يدخلوا لأنهم عارفين دم ساخة الولادين أي شيء في المنطقة بدون المغرب لا تنجح لن تنجح وكيف يقول لك المغرب اختار الاختيارات ومشان عدو الخليج وانضم لكذا وتكتل وتكتل ونحن سنجعل التكتل لكذا تكتل الكراغ على كل نزيد لكم من المتابعنا ونشوف التصريعات لأن لكيش أمار لي مصيبك حلو مع شريك عربي محترم ونتعاملوا معهم رنى على وشك باتفاق باش ندير مزرعا تعمية ألف أكتار وات شنو مزرعا تعمية ألف أكتار بس نعود نسمع ونتعاملوا معهم رنى على وشك باتفاق باش ندير مزرعا نتعمية ألف أكتار في نديرها في أدرار شنو مية ألف أكتار أنتعمية ألف أكتار في نديرها في أدرار في صحراء قاحلة تعمية ألف أكتار كيف تحضروا وشك وشك تعمية ألف أكتار في الأدرار في صحراء الشرقية المغربية في صحراء حسنا تعمية ألف أكتار الأرقام تشير مجدداً زيدوها على مليار و 300 ألف مليون متر مكعب يومياً زيدوها على الإنتاج الداخلي الخام ستضعف نسبة 70% موصيبك حليدي والله العظيم موصيبك 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 كمية ألف مكتر موصيبك موصيبك من المناطق الشمالية الخضورة لم تزرعتها يتزرعون صحراء موصيبك 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 كي عودة كي نبدأ لأول مرة نحاول ننتج الغبرة الحليب عندنا ماذا؟ قال لك اسمع اسمعوا سيصبح 100 ألف هكتار في أدرار وصحراء كي تكون الغبرة الحليب عندهم ماذا؟ لا يمكننا أن نستورد ننتج الغبرة لا نعرف كيف نستنجد نستنجد بالأشقاء ونستنجد بالناس الذين يعرفون كيف فيه جديد أنا التزمت مع مو صيبة ماذا تخذ الزرعة في الحليب؟ قال لك اسمعوا 100 ألف هكتار في الصحراء هكذا الناس الذين أخذوا عن اعتبارها بمئلف على أساس أن على شهرين لا يجب أن نسمع هذا الموضوع صح بلية أنا بلية أخونا شعر لا يمكن لأنه لا يمكن مستشارة لا يمكن أن تقول لي لا يمكن أن تقول لي أكثر لا يمكن أن تكتب لي لا يمكن أن تقوم بها لا يمكن أن تقوم بها كما ترون الشرق داخل في الغرب الغرب داخل في الشرق أتركوا لكم التعليقات متابعين الكرام وأراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل